تحت رعاية وحضوري سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السلام الصباح رئيس مجلس الوزراء نظمة الهيئة العامة للرياضة اليوم فعالية يوم الكويت الرياضي على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح وأشاد سموه ببادرة الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية والتنظيم المميز ليوم الكويت الرياضي مؤكدا أهمية ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية ومساهمتها في تعزيز العمل الجماعي وأثرها الإيجابي على صحة الإنسان بكافة جوانبها ولفت سمو رئيس مجلس الوزراء إلى المشاركة الفاعلة لدوي الاحتياجات الخاصة في جميع مسابقات اليوم الرياضي وهو ما يدل على الإرادة الصلبة والجادة لابناء الشعب الكويتي وتصميمهم على الوصول لأهدافهم معربا عن شكره لجميع من شارك في هذه البادرة ومساهمتهم بنجاح هذا الحدث ترجمة نانسي قنقر